الغيبة 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 أيوة الغيبة الغيبة نعم الغيبة أيوة وأنت يا حبيبي يا محمد عبدالله هل ستجعل تسبيحك وتهليلك غيبة هل أنت بحاجة أن تغتاب أحدا من الناس صحيح يعني بعض العلماء يقول الكافر إلى آخره لكن لكن يا أخي ليست مهمتنا أن نتعبد الله بالغيبة والنميمة ولكن مهمتنا نحن أن نذكر الله وأن نتكلم فيما ينفعنا وأن نتكلم فيما يمكن أن يصلح أحوالنا ونحن في بلد لا نشكل فيها أكثرية بل أقلية نعطي صورة صورة كريمة رائعة للمسلمين من حسن التعامل والصدق والوفاء وحسن والإحسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس أنفعهم للناس خير الناس أنفعهم للناس طيب ماذا يكون في المقابل انتبه معي خير الناس أنفعهم للناس والمراد بالناس كل البشر مسلمين وغير مسلمين طيب فخير الناس أنفعهم للناس وشر الناس أكثرهم ضررا للناس سواء كان هذا الضر لمسلم أو لغير مسلم فنحن إذن يجب أن نعطي الصورة المشرقة لنا في تعاملنا لعل الله أن يهديهم بسبب سلوكنا الصالح في جنوب شرق آسيا أسلموا عن طريق القدوة شرق أفريقيا كله وكذلك جنوب شرق أفريقيا أسلموا عن طريق القدوة طريق التجار ومعلم القرآن فأرجو أن تكونوا قدوة صالحة نعم يا أخي